تأسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكومسة والتي تتكون من 21 دولة في عام 1981 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي المشترك للشرق والجنوب الأفريقي بهدف تعزيز التكامل الإقليمي المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي من خلال التجارة وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع شعوب الإقليم تم تأسيس السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكومسة والذي يتكون من 21 دولة أعضاء في السوق المشتركة الكومسة تأسست عام 1981 كمنطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقي لإنشاء منطقة التجارة التفضيلية للاستفادة من حجم السوق الأكبر لغرض تقاسم التراث والمصير المشتركين للإقليم ولإتاحة قدر أكبر من التعاون الاجتماعي والاقتصادي تم إطلاق منطقة التجارة الحرة بالكومسة في 31 أكتوبر عام 2000 بعد فترة من التحرير التدريجي للتجارة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية البينية بالكومسة وعتبارا من ديسمبر 2022 شارقت 16 دولة في الاتفاقية وزاد حجم الصادرات البينية للكومسة من 1.5 مليار دولار أمريكية في عام 2000 إلى 12.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وعلى الرغم من الزيادات الهائلة فإن الصادرات البينية للكومسة تمثل حوالي 8% من الصادرات العالمية وعلاوة على ذلك تتمتع الكومسة بإمكانيات تصدير بينية تصل إلى 101.1 مليار دولار أمريكي باستخدام إحصائيات عام 2019 فضلا عن أن الصادرات البينية للكومسة تستبعد في الغالب التجارة صغيرة النطاق عبر الحدود والتي تقدر بنحو 40% من إجمال التجارة واعتشمل أهداف نظام التجارة المبسط تمكين صغار التجار من الاستفادة من نظام التجارة الحرة للسوق المشتركة وإطفاء الطابع الرسمي على التجارة غير الرسمية عبر الحدود وتبسيط التجارة والجمارك لصغار التجار ترجمة نانسي قنقر